سوف نعود إلى الموضوع الذي بدنا منه جمال بالماضي أستاذ نسل كلنا في تباع جمال بالماضي الحادة وحتى في الجزائر تشكي من برشة مع تحت مشاكل خاصة مع الصحافة الجزائرية هل البروفيل متاع ونجم ينجح في تونس معرفة تراجي غياغي التونسي؟ جمال بالماضي ماهوش بشي جيل تراجي غياغي حسب رأيه وما ينجمش ينجح بالتمبيرامونتاع ومعندها يلي أمبولسيف وما يردهاش التالي بلغتنا معندها وبالنسبة لي هو صحيح والاخر غالط نحن نشوفوه في تعامله مع الصحافة معندوش اكلي المارج متاع الطوليرانس معندوش معندها عادي جدا يهين ويعيط ويسب ويقوم ويخلي هذين ممشيش شرتو مع الارمداء اللي موجودة في التراجي وطبيعة الملعبية اللي موجودين ويحد كيما البلايلي اعتقد انو معاه في اللي كيب ناسيونال صاروا مشاكل كو دير طواف اللي البلايلي اللي يحبوا برش كنا نحكيو عاليستار ايه نحكيوش بالماذي كالدستار الذول اللي العاش معام في تزير ما نتصورش بشي ناجم يعيش مع دستار اكثر من اللي عاش معام في تزير نعطيو اكزامبل كيسي فاوزي البنزر كيسي فاوزي البنزر انا بالنسبة لي انا التنبيرامو متاعو ما يمشيش في كيب تونسية ومع التنبيرامو التونسي هذا واحد اثنين السالير متاعو تقريبا ياخو خمسمائة ستمائة مليون في الشهر ما ما ننتصورش انا بش يهبط للمئة وعشرين او المئة وخمسين مليون مستحي ما يهبطش وديال هو اشوف انتي للاتحاد الجزيرة كيس العالم الانديا متكونش مغرية ليه مثلا تشالانج كما هكا حتى يعمل تضحيات مالية ها اقملي نعف جاوب ورش عرض من قتر ها هو فالفضر لا لا ما نتصورش ما تصورش لا او ثم عندها مدربين اخرين وما جاوش شوف ما يخزروش عكاكها رو يخزرلك البنسبة ليهه المستقبل وقدرش بش ياخذ في الى كنترات ها ما قيمته زادا اليوم يقبللك اين حان بايه وافر كنتصور ها نتصور انه الاخبر مش صحيح ومن تصورش اللي جمال بالماضي هو واحد من الازوبسيون اللي تخدم عليهم تراجعين اي اتفاق وقال صعيب البيس تمتاعه تكون موجودة في تونس احمد كيف كيف زين باور مدرب الالماني اللي كان فراجيه وتروف الوحدة السعودي تقريبا البرح في تصريحاته بعد مقابلة الوحدة كانت انهزمت الوحدة اللي فيها سعد بقير كيف كيف الفريق هذا كانت انهزمت في المقابلة متاعها البرح ولكن المدرب في تصريحاته يأكد انه مازال مواصل مع الفريق ويحكي على البروجيه الجاية المقابلة الجاية تقريبا حتى البيست هذي صعيب برشا مدرب الممتاز السعودي يخلي دوري كما هكا ويجيه لتونس وحتى ماليا وعنده عقد مع فريقه اذا كان ما تردوه شفنا جمال تراجع اكتسحت الباج متاع الوحدة معناها حتى من باب الفكاية حبوه يخرج معناها حبو عليه مدرب هذا لكن يبدو لي بيست صعيبة زاد والله انتصور صعيبة برشا اسلام انا ما نعرش علش الترجي تشبث بفكرة انه يجيب مدرب اجنب هذا مؤكل مئ بالمئ بشيكون اجنب ايه على معنى اذا كان انت ملقيتش مدرب اجنبي وفق ليكالي تاي اللي انت حاجتك بها وانسان قادر على انه يحقق لك اللي انت تحب توصله مع الفريق متاعك ايه اما اذا كان مش معنى تراه لازم ان القرار هذا يكون لازم مدرب اجنبي اللي انت تحب مدرب اجنبي تنجم تبقى مدرب تونسي مع انت فالابل تنجم تبقى مدرب تونسي قادر يدرب ترجريا تونسي وكون اداها عرقع من اللي كنا نشوفو فيها مع المدرب البرتغالي كي مشكولة عاطينها سيم فما بمدربين توينسة موجود يني نجموا يدربوا الترجريا تونسة في الفتر اخيرا الكل كانت تجربة مع ترجريا ترجريا من مؤعين الشعبين من مؤعين الشعبين ترجريا ما توجد بالبطولات وخاصة على المستوى القاري اللي مع المدربين توينسة من يوسف الزواوي للنبي المعلول المؤعين الشعبين عطيني مدرب ايه ترونجي نجح مع الترجريا تونسي رغم قيمة الاسماء اللي جات انا هحكي لك جوزيانيقو ديمورايس كرول مدربين شاسمو اللي خلم ديوكاستان كرول ايه كرول منجحوش مع الترجريا رغم الاسامي رغم الاسامي ومش بالضرورة انت لازم معنى تحاجة ذي لازمك مدرب اجنبي هاذا كنت جيب مدرب اجنبي ما تشيش الامور عليش يزمك زادة تتأنى وتترايث في اختيار البروفيل اللي قادر انه يحقق لك الهداف اللي انت تسعى لها امش لا ايه اجنبي يزم اجنبي خاطر الجمهوري يحب اجنبي يزم انتبع الفيسبوك وانترش واذا كان انت مقتنع تراجع بخالد بن يحي يرجع فما مدربين تنسى لاسعد الدريدي قادر انه يدرب التراج ويحقق معها نتاج لاسعد جردة كيف كيف فما مدربين عاديدين انا هذوم الاسامي اللي استحضرهم قادرين يعملون نتاج مع الاسبرانس مختار حتى اسألت احمد شفناك حملة من جمهوري تراجي مشيت حتى للصفحة متع الفيسبوك متع الوحدة فما تعليقات في الباج ينجم يؤثر هاذا تعليقات متع جمهوري على مدرب في الدسيزيون اي في الجماعية الكبار يأثر برشا يلو يحكيك على الوحدة نحكي بصفة عامة يأثر ماناية في ترار الوحدة ونتقررت نحكي على مدرب الوحدة ليه ليه أثر على ترار الانترنور ينجم يقولك الجماعية الحربة المانية مختار ليه اسماني اغزولي اغزولي نحنا عنا حلين في تونس هنا عنا مشكلة كونه نبدأوا نسميه في يسامي في فض zurار المفضل وليس يا تونس لا يقدرن 그런데 تاجروا ان تنسي إلى مدرب الدشرة أ sor te بالمدرب التعريب تظهر مع هذه القادرة متعجابة ناد في 400 الفيرو لا يقدرون ببنبرب انتظر اللحة في المنتزة klassUB حسب التقريب لا نجم فوقات فونسان كما هو يراني في جامعية مثلا النادي الوحدة تسمى فريق عريق في الدوري السعودي أما هنا نشوفه موش بشي في درجة تونس عليش شكري نجح مع رجاء ومبعث شنو مبعث؟ مبعث رجاء مبعث بتعوى في الوحدة؟ مبعثah في الممتاز سعودي لها معنا في الممتاز سعودي تقريب فكرتك ينقل لي الممتاز السعودي والممتاز السعودي برجاء الحاجيز لندمت الممتاز السعودي مبعثال كلها he offered سعودي واللي تقييم عليهم في جنسية أكثر من كفاءة وينعم profesor جنسية اكثر من الكفاءات. وانتي طاوش ولاوا يصعبوا علينا نحن على التوينس يخطر زادا نحن سباب. اللي ولاوا حذتوا حتى في درجة اولى ودرجة الثانية يحبوا يحطوا البرو. يحبوا يبعدوا التوينس. حقيقة هذي يا سلام. مستهد فين التوينس هم. ما يعني يحبوا يبعدوا يحبوا يبعدوا التوينس يحبوا يبعد. لاو كريم راو سلام نعتيك معنا بتجربة شخصية بحكم قربيلي معنا ريت مرة يدول قصيت ومشيت للسعودية. بشه. يدولي عمليه ولا. ايانا مع الديبلوم عندي ديبلوم عملوا غادي. وشفت برجة حاجات راه. يحبوا يكبروا يحبوا يكبروا. الدور السعودي سامي اني جبت ترونجي. اني جبت الماني. اني جبت فهمت. بعد على رب تقصد موش التوينس. ليه عاد مش حبو كبروا. ثمه برو جي عملوا فيه دساودية يرام. ومش يعب. ذرين هو ذرين. والله ذرين. لبرجي عملوا فيه ذرين. قريب المنطقة في سعودية وخرج الممرن وحكيه أنا لعبت مع سعودية كريم كريم بطولة فيها كريستيان وفيها يسيمي كبار لازم كل حقيقة النبو منتع الانترنير يطلع زيادة ما نسلو معنى مختار رو مشكلتهم في سعودية إيجا نجيب كريستيان